ما رأيك بإيلان ماسك؟ هل هو شخص شاطر، ذكي، مفيد للإنسانية؟ هو عبقري جداً، ولكن ما يأتي يستخفل الناس يقول والله اكتشفنا أنه البيتكوين تصرف طاقة لا بشرفك وعني من 2013 وكل شيء ما أعرفش تتعرف البيتكوين إذا تصرف طاقة إنت كل مستشاريك ما يعرفون؟ هناك ماكو منطق بالموضوع بالنسبة لي هذا رأيي يعني إيلان شخص عبقلي وذلك بصراحة هاية ناس يقولون هل إيلان ماسك هو شخص يعني ممكن نحتذى به كقدوة؟ أنا أشوف جوابي يعني رأيي لا ما نقدر نحتذى به لأنه هو شخص خننقول هو بيزنزمان وبنفس الوقت هو صحيح عنده شركات ويفيد خننقول في بعض القطاعات يفيد الإنسانية لكن في بعض القطاعات ده نشوف أنه دايستغل دايستغل القوة اللي عنده بالسوشال ميديا حتى يعني يرفع حاجات أو ممكن يساهم بشغلات يعني إلا شخصية أو شركته بس هو مو مثال وقدوة إحنا نحتد بك هكذا جيل جديد إحنا مو نشوف أنه شخص تحتد بي أخذ الشيء زين صحيح الشيء المو زين أي إنسان بالدنيا لو 99% مو زين أخذ منه الواحد بالمية زينة وعوفه 99% لا تخسره فعلا لا تخسره يعني مو قصة شيء اليوم ما تعرف طبعا هذا موضوع حيطول يصير موضوع فلسفي بالنسبة اليواني شوية حب القرقرة بالفلسفة بس لا تخسر أحد أخذ شيء إذا شخص تأخذ منه معلومة زينة كل أسبوعين ثلاثة مثلا كل سنتين ثلاثة ممكن أن تتوعى صليات سوفت شيء مشروع تستشيره بشيء بقي أخي لا تخسر مو عالمه داي موضوع تافي أنت تخسر شخص إذا نفس الشيء حال حال أي بشر أخذ شيء زين هذا الشخص مكافح راح لأمريكا درس سوى شركة دخل ببيبال طلع منها استثمر بمكان ما حتى كان مخيمة أصلا واحد سوى غير شركة أعلاميا يشوف مثلا إيلان ماسك يسوي تويت والداج كوين صعاد أعلاميا هو حاط نفسه بالإعلام وإذا نشوف هذا الشيء هذا مشاركة من الشخص يعني مو شخص نشوف خلاص بإعلام معنا الشخص ناجح حتى السيارات الكهربائية دائما هواي ناس يحشون دائما يربطون السيارات الكهربائية بإيلان ماسك وتسلا معقولة ترى هي موجودة قبل مش شركات ومش كم مارز أصلا يعني كم موديل عندهم تسلا 2-3 بس يعني أما بالنسبة الشركات فورد و جيم عندهم لينات هواية وشركات من الزمان موجودة فما أعرف ليش دائما الشخص اللي موجود بالإعلام أكيد هو يكون أكثر موجود بره بس مش شرط أن المعلومات دائما تكون هي المعلومات الأساسية والوحيدة لازم نسوي يوتيوب ليش نجح لأنك موقع قبل يوتيوب نفس فكرة نفسه نفسه كوبي بيست كان موجود في سنوات 2001-2002 ما تكافي ما تكافي ما أعرف والله ما أذكره كان بي حرف زية وهي شي شي زين بس يوتيوب وقته لما انظهر كان هناك شي جديد موجود اللي هو الـ Flash Player أنت بأبسط خط Internet تقدر تشوف الفيديو هذا أو المحتوى اللي تريد تشوفه هذاك الموقع كان ديعاني هذه التكنولوجيا لم تكنت موجودة فإذلك منجح مع العلم هو كان من أحسن المواقع خلينا نقول كـ User Interface كتصميم الموقع كفتحه شون تسوي بحث كده كله كان سلس وكله ش حلو بس النقطة وين ما كانت أكو التكنولوجيا اللي تدعم هاي الفكرة إيلون نفس الشي إجاب زمن هؤلاء اللي قبله ما كان أكو السوشال ميديا والإعلام والشو وكده هو طلع بسنوات 2007-2008 برز من MySpace وشوية فيسبوك كان أكو هسه ها تويتر دي دي يتم تأسيسه فصرع صار عنده بروز فهو نجح بهاي النقطة أحيانا الوقت يلعب دور اللي هو جزء من الحظ صراحة فخلو هاي الاعتبارات بباكو البيتكوين أنا عملة نقدية اللي أشوفها بيها مشروع بروجيكت موجود أوكي أؤمن بيها أدخل بيها مثلا أبسط شي إيثريوم عدم مشكلة اليوم أكو تأخير بالحوالة أكو تأخير بال أكو رسوم ترتفع أدو مشكلة بالسيرفرات يمكن أو شي بس أكو بروجيكت على الإثريوم مشروع مخيف جدا open source smart contract يعني تقدر تسوي كثيرا نحن عايشين في دول صعب جدا نستثمر ونحن بتأخرين كل شي على استثمار في العملات الرقمية صراحة جوابي لهم أنه انت لا ما متأخر يعني ممكن يوم من يوم رحصر فرصة وتقدر تسوي تستثمر راحتك بس لتشوف القدامك دي يصير استثمارات يعني ترى كلها up and down أكو عملات راحت تقريبا أكو عملات صارة راقضيشن أكو عملات قرضت فيمكن من مصلحتك كانت تمام تستثمر في ذاك الوقت وحتى البيتكوين اللي هو أشهر للعملات بدأت تنخفض أسعارك براي بالسؤال بنطقي تفتح كافي تقبل بيتكوين طبعا لا هذا السؤال الوحيد أنه أنت تسوي بيزنس صدق مثلا تبيع تليفونات تقبل واحد يجيك والله يتفعلك بدكوين اليوم بألف باجر بألف عقبو بخمسمية شنو الضمان شنو الآلية أكو شيء اسمه انفليشن اللي هو التضخم اللي هو يزيد مثلا واحد واحد بالمية كل خمس سنوات ثلاث سنوات سنة حسب سياسة الدولة واقتصادها والحركة الاقتصادية اللي دا تسرب البلد بس عامة العملات الرقمية إذا مو ثابتة وإذا مو مضمونة مزين مزين صار خطأ خطأ مر أكو كان أكو ترانزاكشن ستة الاف بيتكوين ما أعرف بياس أنا ما أعرف شكيت راح بالغلط على غير والد انتهى الموضوع لا تعرفت خابرة يا برد جعلني لا أكو ريجوليشن من هو هذا أصلا الرقم والله دا زيت الرقم وبعدين لمثالك الكافي شاب يعني إذا تستحق قهوة مثلا يجي لك واحد يشتري قهوة منك بيش بدولار خلنا نقول دولار نص يعني هو الحوالة الترانزاكشن فيه ممكن بدولار فتدخيل القهوة صارت يعني يعني ما تسوى حتى فلنفرض أنه يحول بغير عملة فلنفرض بس إذا دولار الأمريكي تم عملية الأتمة وتصير إلكتروني بشكل كامل اللي هو أصلا إلكتروني ويقدر يستخدم من بلوكشين تكنولوجي ترى البلوكشين تكنولوجي هي تكنولوجي وحماية البلوكشين تمام مع أنه مشكلة سوي لأنه دولار دولار أو ين ين أو دينار العراقي دينار عراقي فأكو أسئلة بسيطة أحيانا لازم واحد يسأل نفسه ليش أقول لك إذا أكو مشروع لأنه المشروع ما يقدر يتحكم هو بالعملة حيعوفها للسوق حالة حالة السهم حيصير مو حالة حال عملة السهم هذا أقدر أنا أجي أخذ يا بأعشار يا بأ هاي الأسهم ما تطوني فلان خدمة تمام وبناء عن العرض والطلب يصير عملية الخدمة أو عملية التصويت أو عملية يعني أي قرار إداري بالمشروع فالتكنولوجيا شوي يكونوا حذرين به عفوا لأنه صراحة أحنا ما نصح أي أحد يدخلوا ما يعرف شدي يصير مو فلان قلي ماكو شي بالعالم اسمه فلان قلي حتى كلامي لا تأخذ على محملة جد إذا أنت ما تروح الدق أنا راح أترك لك روابط براحتك زين سوي سيرج أوكي بس أنت لازم تراجع أنت لازم تدقق أنت لازم تروح تشوف يعني هاي بالأخير هي استثمارك وتروني تسمعون الحلقة كلها كاملة ومواضيع أخرى تريد تسمعوها روحوا على اليوتيوب وبلا زحمة سوونا هناك سبسكرايب